السلام عليكم اهلا ومرحبا بكم عندي واليوم قراءة لعزيزي برج الحود الشمسي والقمر والطلع لشهر جوان او يونيو او هزيران ولا تنسوا انها قراءات عامة ومعممة قد تنطبق على البعض منكم جزئيا او كليا وقد لا تنطبق على البعض الاخر لذلك لا تنسوا استشارات برجكم الشمسي والقمر والطلع غاد نشوف القراءة وغاد نشوف ما هي ناصحات الملائكة وقد تمنى لكم حظ سعيد حظ سعيد حظ سعيد يا رب الحبيب ولا اتمنى لكم حظ سعيد فقط في هذه القراءة بل في حياتكم يا رب تمنى لكم حظ سعيد لنبدأ بسم الله هذي غادي نخلوها مدامت تريد ان تتكلم الكارت فلنتركها خلوها هنا اياه عزيزي برج الحود اه في هذا الشهر انا ارا كترة الرزق المادي ستتلقى مبلغ معينين المال لكن خارج الراتب الشهري اذا كنت يعني كتشتغل اذا كنت تعمل وخا يعني مال اضافي انا ارجو اكستخا وخا هو يعني هذا المال هو عضاء ورزق مادي سماوي وخا ربما انت بسبب الدعاء وكنت تنتظر هذا المال وسيصلك ان شاء الله قريبا في هذا الشهر وخا لمواسل هذه احتهية تريد ان تتكلم فتعالي معي الجمعية هذه كذلك تريد ان تتكلم معام ثقة نارية كنشوف هنا يا ثقة نارية البعض منكم يحاول فقدان الوزن بعد شهر رمضان البعض منكم يعني تخلى عن الحلويات والنشويات والمعجنات بغطب عفور مزيان 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 عزيزتي بالنسبة للمرتبطين انا اعرى انك احيانا تشك في الحبيب تشك في الحبيب لانه لا يتكلم عن الزواج وعن الاستقرار نعم وهذا ليس لانه لا يحبك بل فقط عدم الثقة هو يراك انت بحال انسان مقدس يراك انت انسان يعني في الاعلى يعني في العرش نعم يراك كالنجمة يعني عالية وهو يعني يرا نفسه يعني بحاله انت جالسة في العرش وهو قدام رجلك همتوني يعني هو يحس بعدم الثقة وكيحس انه لا يمكنه اعطاؤك ما تستحقه اذا اسباب عدم تكلم الحبيب عن الزواج والاستقرار هي فقط يعني اسباب مادية وخا وليست عدم الحب وهذه الاشياء التي تفكر فيها انت وخا يعني البعض منكم انا مازلت مع المرتبطين البعض منكم بنسبة للمرتبطين لديكم لديكم علاقة في السر يعني تعيشون يعني علاقة في السر ربما هناك يعني احدكم يعني مرتبط او متزوج لكن البعض منكم بالنسبة للمرتبطين ما زلتم مع المرتبطين عندكم علاقة في السر وانا اتكلم مع الرجال والنساء دائما ما تنسوجه وانا قراءاتي معما ما كانت تكلم على النساء والرجال والمزوجين والكل يوم وصل نحن ما زلنا مع المرتبطين قلنا ان المرتبطين البعض منكم هناك شك لان الحبيب لا يتكلم عن الزواج والاستقرار لكن هي فقط عدم الثقة والبعض الاخر منكم بالنسبة لمجموعة المرتبطين تعيشون علاقة في السر نعم وانت تحتاج لان يوضحها لك يعني ما نصر هذه العلاقة يعني عيد عيد وماذا سيفعل بالطرف الاخر والطاقة بالنسبة هي طاقة ترابية ونارية والخب بالنسبة للمرتبطين والان سنرى ما هي طاقة العزب ماذا يحدث مع العزب وبالنسبة للعزب انا يعني انا بالنسبة العزب هلتي بغير تهضر نخليوها العزب بالنسبة لي يعني كل من ليس لديه علاقة يعني كان المطلقون والارامل كذلك يعني ينتمون لمجموعات العزب بالنسبة لي يعني بالنسبة لي العزب هم ما ليست لديهم علاقة كان مطلقون او ارامل كانوا ارامل او كان يعني ما تزوجش في حياتهم فهمتوا مياك واخا اذا لنرى ماذا يحدث مع العزب ماذا يحدث مع العزب عزيزي العازب كنت مطلقا او كنت ارملا او عازبة او عازبة انا اتكلم مع الرجال والنساء من جديد كنشوف ان انسان من الماضي سيعود شخص من الماضي يعني لم يعني ما كانش على بالك ابدا لم يخطر على بالك ابدا انه سيظهر في حياتك هذا الانسان واخا ويريده يعني بداية معك يريده بداية معك البعض منكم ربما سيرفضون هذا الانسان سيرفضون لكن هذا الانسان قد يكون زوج يعني زوج بالنسبة للمطلقين ربما هو زوجك يعني زوجك نعم كان زوجك الان لا هذا الانسان سيعود ويعني ويريده بداية معك والاخرون يعني هو شخص من الماضي كتعرفه وان لم تكن يعني تجمعكم يعني ما كان ما كان عندك محتش حاجة مع هذا الانسان لكن كتعرفه من الماضي ولم تجمعكم اي علاقة ويريده الان بداية معك وهو معجب بزاف معجب معجب اه ومهتم بك بزاف بزاف نعم ويريده بداية معك لكن ارى ان يعني انتما ربما سترفضون هذا الانسان فهذا الشخص لكن هو معجب بزاف بزاف بكم معجب بزاف لكن انت سترفض هذا الانسان سترفض هذا الانسان لا ادري لماذا لكن انت يعني اراك يعني طاقتك هي الكبرية ولا تريد حتى رؤية هذا الانسان مهم شرحه لاني يجب ان اتابع القراءة وخا لكن هذا الانسان يريد ان يبلك حبه وانت لا تريد حتى رؤيته حتى وان كانت معه يعني بالنسبة للمطلقين اذا كان زوجك من الماضي يعني لا تريد حتى رؤيته لكن بالنسبة للعزب هو فقط شخص يعني كتعرفوه لكن هو مهتم بزاف ومعجب بك وكذلك لا تريدون يعني لا تريدون مهم شرحوا انتما في التعليقات ماذا يحدث لاني لا افهم لا افهم لكن هذا ما يقوله الطرط هذا الانسان معجب يعود من الباضي لكن انت عزيزتي يعني كبرياءك يعني طاقتك هي الكبرياء ولا تريدنا هذا الشخص لا تريدنا هذا الشخص والان لنرى ما هي طاقة المنفصلين ماذا يحدث مع المنفصلين بالنسبة للمنفصلين عزيزتي انت تطلب العدالة تطلب العدالة يعني انت طاقتك هي التعب والارهاق لدرجة يعني ما كتقدرش حتى تنفس لا يمكنك حتى التنفس وانت تدعو الله يعني العدالة تدعو الله يعني ان تحدث معجزة يعني هناك ظلم نعم؟ هناك ظلم وأرى يعني حزم وبكاء يعني كي تصد الباب عليك وكي تبكي في الليل لوحدك لكي لا يراك أحد نعم؟ وتعاني في صمت حبيبي أو حبيبتي تعاني بزت في الصمت اتذكر الآن اني لم نسيت ما قلت الطاقة ديال العزاب بالنسبة للعزاب هي طاقة مائية وهوائية طاقة مائية وهوائية بالنسبة للعزاب مائية وهوائية مائية عقرب حوت مثلك أو صرطة وهوائية دلو ميزان وجوزاء اخا هذا بالنسبة للعزاب لنواصل قلنا ان طاقتك بالنسبة نحن دبا مع المنفصل طاقتك هي الحزن كي تبكي بزاف يعني عيت بزاف عيت عيتي وتعاني في الصمت تعاني في الصمت وتخفي المشاعر ولا تخبر احد بهذه المشاعر لا تخبره احدا يعني تتخبيها غير الرزق نعم هذا يعني هذا الحزن الكابير وهذا الالم الذي كتحس به عزيزي برج الحود جعلك تفكر يعني تفكر بتغيير هذه الوضعية المؤلمة نعم وعيتي من هذا الانتظار الطويل عيتي عيتي وتطلب يعني هذه العدالة السماوية وهذه انت يعني الحكمة بدأت تتصرف بحكمة وقد تفكر في نفسك قليلا لانك يعني انت مظلوم ومع ذلك ما زلك تفكر في هذا الانسان يعني سيبه نغمال هذا غير عادي يعني هذا الانسان ظلمك بزاف نعم انت تصرفت مع هذا الحبيب بإلحاح وإصرار يعني لم تستسلم كتحبه بزاف ولم تستسلم لكن لم ترى اي نتائج لم ترى اي نتائج يعني من إيجابية فقط رأيت تجاهل وهروب وظلم معا انت عيشت ظلم وهذا التفكير في هذا الحبيب الليلة نهار ترى انه يعني يسرق من طاقتك يعني كيفاش كنقوله يعني نزف نزف مهم ما تدروش عليها ما تتحكوش عليها يعني استنزاف نعم استنزاف الطاقة استنزاف الطاقة يعني بقيت بلا طاقة يعني ما تقدرش حتى تنفس لسبب هذا الالم والان بدأت انت تركز 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 يعني انت تتصرفت بحال مجنون انت يعني هذه الكفاح من اجل هذا الحبيب والاسرار والاسرار وهذا كرت المجنون يعني البراءة ديالك تجعلك هكذا تتصرف يعني كتبع غير قلبك نعم ودابا الامبراطور تريد ان تتحكم في هذه الوضعية يعني كرت الامبراطور تريد ان تكون انت امبراطور حياتك يعني انت من يسيطر على حياتك وليس هذا الالم وهذه المشاعر التي يعني ما كانت تدك حتى تنشي بلاصة فقط البكاء والحزن واخا لنرى الان ماذا ستفعل عزيزي بداية جديدة مثل الان ستتحرك لكن بطريقة اخرى بداية جديدة ما زلت تحبه ما زلت تحبه ولم تفقد الامل هو هو كذلك يحبك لكن هو يعني طاقته هو العاشق الاناني نعم دعون شرح لكم انت طاقتك الان هي التغيير ماذا يعني ذلك يعني الاختفاء انت الاختفاء والعزلة هذا يعني ستتحرك هذا يعني ستتصرف بطريقة اخرى لماذا لتدافع عن نفسك نعم هذا كرت الشيطان تقول الحركة لكن حركة مختلفة نعم حركة مختلفة لصالحك نعم انت تغير طاقتك وتفكر في نفسك قليلا وتفكر في نفسك يعني بدأت تحب نفسك قليلا وماذا سيحدث مع هذا الحبيب ماذا سيحدث ماذا سيحدث ماذا سيحدث هذا الحبيب سيعني هو سيبحث عنك لترفع معنوياته لانك يعني اختفاءك وابتعادك يعني كينزل المعنويات دياله يعني هذه امانية العاشق من جديد نعم لماذا لانه هو دائما واثق انك هناك دائما هو دائما هناك يفعل ما يشاء يمشي ويذهب ويعود لانه يعرف انك دائما تنتظره مثل كما اقول دائما مثل ماء البئر يعني هو عندما يعتش يذهب للبئر يحمل الماء ويشرم والان انت صرت مثل النهر يعني ماء النهر التي تسافر ولا تبقى ولا تستقر في مكان اخر نعم وهذا سيجعله هو يعني نعم شوفوا والله سبحان الله العظيم يعني انا اقشعر يعني شوفوا ش غادي يدير الحركة غادي يجيبها الحمق العربة يعني سيتكلم مش غادي يتكلم سيأتي سيأتي يعني هناك تواصل لماذا لانه يتألم هذه المشاعر والمعنوية دياله لانك لست هناك ماذا سيفعل العربة سيتصل بك كانت قراءة جميلة جميلة وقوية الله بالنسبة لطاقات المنفصلين هي طاقة مائية مائية وكذلك مائية لكن المهيمية المهيمة هي المائية والهوائية كانت قراءة جميلة كانت قراءة جميلة وقوية بزف الله أحس بهذا الطاقة كانت قراءة مؤثرة قراءة جميلة ومؤثرة جميلة بزف كانت منها هذه قراءت تساعدكم أتمنى أن تساعدكم يعني القراءات قراءة طرد لا تعطيكم الحلول ولا تقول لكم كيف يجب أن تعيشوا لكن تعطي لكم إشارات وعلامات لكي تساعدكم في هذه الحياة خاصة الحياة العاطفية السمرة ما هي الناصحة السماوية وملائقات الحق تقول أنت لديك القدرة أنت لديك القدرة استعمل قدرتك لإيجاد حلول لهذه الوضعية يمكنك فعل ذلك أخا وهذه تقول تعطي فرصة لهذه العلاقة يعني منحي له وقت منحي للحبيب وقت منحي لحبيبك وقت منحي لحبيبك وقت أنت تستحق الحب تستحق الحب أنت تستحق بأن يحبك تستحق بأن يحبك يعني ما رأيناه في القراءة يعني تقدر نفسك أنت مدم الآخر لا يقدرك فقدر أنت نفسك فأكيد أنه سيغير يعني عقلياته وهو سيبدأ في تقديرك وخا كانت مننا لك كانت مننا يربي تستفدو من هذه القراءة أو تساعدكم ولو قليلا وكانت مننا لكم الخير يا رب كانت مننا الله يحميكم الله يخليكم لي كنحبكم بزاف كنحبكم بزاف شكرا على تعليقات دياركم حتى أنتم ما كترفعون من معنوياتي من خلال كلامكم الجميل واللطيف كنحبكم بزاف أنا أعرف أنها يعني كلامكم كذلك صادق وكذلك أنا مشاعري صادقة ترجمة نانسي قنقر